نبدأ الأول بمسألة تطوير المناهج التعليمية في أمريكا أنا من الناس اللي ما قدرش أبدي إعجابي شديد يعني بالنظام التعليم الأمريكاني أنا أحب الحاجات المعقدة أكتر غالبا يعني غالبا مصري برضو طيب لكن محدش يقدر ينكر أن تجربة تطوير التعليم في أمريكا مرت بمراحل كتير وكان في مرحلة في التسعينيات أمريكا رأت أنه لا ده إحنا هنطور على اللي طورناه لأنه التعليم ما بقاش قد كده وخدت مرحلة جديدة أسألك يا دكتور شديد وإنتوا في أمريكا بتشوفوا تطوير التعليم عندنا في مصر ماشي إزاي ولما نيجي نشارك في الحوار الوطني هتبقى أبرز النقاط اللي عاوزين ننقشها إيه أولا إحنا في الولايات المتحدة سمعين كلام حلوى على اللي بتعمل في مصر دلوقتي وصلنا قد إيه أنه الخطة المحطوطة حاليا بدأت تربط التعليم الأساسي مع التعليم المهني مع توجيه التعليم عشان المنطقة اللي فيها السكان بمعنى أنه لو يوجد الطالب في منطقة زراعية يركزه شوية على الزراعة وتطوير التربة ودراسة التربة كما ما هو يدرسه حاليا في سينة مثلا التركيز على السياحة وفي الجنوب التركيز على الأسار وما هذا يعني فده اللي بنسمعه وده اللي اتوضع حاليا يعني في الخطة سنين يعني الخطة الجديدة أنه كل الكتب التعليمية تجدد كل من ثلاث سنين لخمس سنين خطة رائعة لأنه التطوير التعليم بيتغير ديلي زي ما بيقولوا شكرا بالزبط فالمنهج التعليمي لازم أن يضاهي أو يوافق ما يحدث في الواقع وكل خمس سنين كما حدث وكما يحدث الآن عندنا عندنا أنا بقول في مصر لا في مصر؟ أيوة أوكي طيب عندنا هنا عشان أنا ما تخبطش برد هنا دلوقتي في مصر أنه دي خطة رائعة وأنا سعيدة بيها جدا لأنه إحنا في أمريكا بنعمل كده الكتاب ما بيعدش أكتر من اتنين تلاتة لخمس سنين زي ما بيقولوا بتقاعد الكتاب ويبدأ كتاب جديد سنين حكاية التوفير حصل حاليا أنه الكتاب المدرسي بيوضع بأساس الجامعات بحيث أنه الدكتور الجامعي يضع أساليب والبيسيكس اللي المفروض الطالب لما يروح الجامعة يبقى عنده الأساسيات ده أنه هو يقدر يبني عليها فربط التعليم الأساسي والمعدادي والسنوي والجامعي باقت عملية جميلة قوي هنا في مصر وده إحنا اللي نسمعون ده اللي أنا بقى رأي يعني والناس كلها بتقراف في أمريكا سانيا الحاجة الكويسة قوي كمان حاليا أعتنك الخطة الجديدة اللي حتضعها هنا في مصر أنه هما الكتاب المدرسي يسلم على آخر السنة مش الطالب ياخده وخلاص أنه الطالب ياخده كعهدة ويسلمه تاني فالطالب لازم مش التقطيع بقى واللي كان بيعملوا يحافظ على الكتاب ده يحترموا لأنه مثلا أخوه اللي طالع السنة الجاية حيتعامل بنفس الكتاب وده حيوفر على الحكومة يعني أموال طائلة يعني أنه الكتاب آه هي عدتها خمس سنين صحيح أيضا المكاتب المعرفية اللي هي انترنت دلوقتي الأب والأم ممكن جدا بيدخلوا على اللايبري الموجودة هنا في مصر المعارف ويعرف ابنه المفروض يتعلم إيه ويشوف إيه ويقدر يناقشوا فيها أو أنت عملت إيه في كذا عملت إيه في كذا عارف ابنه بياخد إيه ما كانش موجود ده في مصر من خمس سنين والله إحنا بقدر الإمكان بنحاول بس هو على ما يبدو برضو النسق بتاعنا اللي تعلمنا به زمان ما خلينا مش قادرين نبقى بنفس السرعة والإيقاع بتاع الولاد يعني واضح إنه هم أسرع ويمكن ده شوية مطمين يا حبتين إن إحنا بجد بنعمل تطوير حقيقي